طيب من الحاجات اللي انا برضو عايزك تطميني عليها انت من اللعيبة اصلا الراجل كان صانق علعاب زي الفل في الاتحاد سكندري مكسر الدنيا مهاري حريف هداف وجيه مدرف في مرة قالك انت هتيجي باكرايت تمام احنا الباكرايت عندنا دلوقتي بقى اديك قاعدة الباكرايت بتاعت منتخب مصدق قاعدة هتلعب من نص حطه باكرايت هتباك واحد جناح هلعبه باكرايت مش قلقان شوية من ان عمر مش مركزه اساسا رغم ان هو قدى وتقلق بس قدام سرعات مش طبعية لا لا طبعا يمكن انا قلت قبل كده ان جي فترة علي يا كريم وانا بلعب باكرايت في نادي الزمالك كان صعب جدا ان فرق بتهجمك فانت كنت بلعب كايني هوف رايت وكانت الطريقة وقتها خمسة ثلاثة وكان فيه اتنين ديفندرين بيغضوا في طهري اول محسيت ان الاتنين الديفندر بدأت الحال بدانية بتاعتهم انا رحت الهنر يمشيل قلتول انا مش اعلعب باكرايت او لما فيه بدأت فرقة هاجمك انا حسيت بها وانا بالعب في افريقيا حسيت بها وانا بالعب في البطولة العربية لا الوضع مختلف غير مثلا الدور المصري كان كل الفرقة بتدفع قدام منك صح فتمين لأ انت عمر كمال لما احنا لعبنا الماتشين اللي فاتوا احنا قلنا ان احنا محتاجين عمر ان هو يلعب علشان احنا محتاجين نهاجم تونيس ومحتاجين نهاجم السودان وغنيها بسرع كنا محتاجين ان احنا نهاجمهم في الماتشين فعلشان كده مفيش مشكلة انت عندك انما انت دلوقتي ما قدبكش عمر كمال يمكن انا كنت بتكلم مع حد دلوقتي يعني انا قلت انا افتقدت احمد فتحي في بطولة زي دي تخيل فعلا اه يعني انا مثلا في المباراة زي دي مدام هاني ما اتخدش وما كانش بلعب مع نادر اهلي يبقى كان احمد فتحي يكون موجود واعتقد ان ان انت في المباريات انت لازم تطلبها في برات كولتوفور ان الاتنين البكين على اقل تكون في بداية المباراة زيادتهم محدودة جدا مزبوط لان اي زيادة ليهم وعدم عودة ايحصل عملية فراجة جدا وزي بقولك هم سرع جدا في نقل الهجمة جدا جنحاتهم كمان مش طبق ايه مش هتلحق ترجع ومش هتلحق ايحصل عملية تقطيع ففي البداية على اقل انا خط الظهر الاربع اللي قدام اكون متحفش شوية في زيادتهم لغاية ما شوف اجواء المباراة الغلاة زي وبعد كده ابدأ اتعامل انا هشوف النواحي الهجومية خاصة ان انت عندك تلاتة برضو انت بتطلبش منهم انهم يدفعوا يعني يمكن محمد صلاح وامور مرموش احنا مشوفناهمش في التلات مباراة انهم رجعوا كتير طيب